تقول يعني بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أذكار الصباح والمساء تقول هل ألتزم الصلاة الإبراهيمية؟ أو مثلاً أنا أقول اللهم صلي وبارك وسلم على نبينا محمد إلى آخر أم محمد بارك الله فيك أولاً نحتاج أولاً إثبات بالنسبة لأذكار الصباح والمساء هل ثبت أن من جملة الأذكار الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا هو السؤال و لذلك ما ورد من الحديث أن من أذكار الصباح الصلاة على النبي عشر مرات لا يصح يا أخت الفاضل ما يصح و من جملتها أيضا الاستعاذ بالله تعالى من النار سبع مرات ما يصح هذا و لذلك يعني أهم شيء هل ثبت هذا أم لا هذا ما يعني أن الإنسان يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنت لو من أصبحت إلى ما تمسين وتصبحين اليوم الثاني وتصلين على النبي هذه عبادة وطاعة الكلام على أنك تذكرينا من أذكار الصباح تذكرينا من أذكار المساء حدود علمي و الطلاعي القاصر أنه ما في شيء من أذكار الصباح و المساء فيه عدد معين مثل ما ذكرت عشر مرات الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم لكن صلي على النبي في كل لحظة في كل طبعا عند الأذان بعد الأذان تصلي على النبي نعم هذا ورد من سمع الندى ثم قال مثلما ثم صلى عليه نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه و أفضل صيغة للصلاة هي الصلاة الإبراهيمية بارك الله هيك